عملت لكم قطيب مربى بالبيتنجان مع عيار الكلس الأصلي هلأ منحط ثلاث أنواع لحتى نشوف المقارنة بيناتهم هاي حبّة خط بخط وحبّة بيقشرة وحبّة مقشرة على الكامل حبّة مثل ما هي مناخدة ومنسمي بالله مش تهيكم بهاللقمة لك يا هيك المربى يا أمّا بلطالعين كل حبّة واختها والله المنظر بشهي القلب أول شي بدنا نجهز محلول رايق الكلس هو اللي بيعطي الأساوي والقرش للمربى لكل كيلو بيتنجان بدنا لتر من المي ومعلقة واحدة مسح من الكلس وما بدنا نكتر لحتى البيتنجان ما يمرمر هون معيّر أربعة لتر مي وهذا الكلس اللي عم نشتغل فيه شوفوا أخواتي بيجي بودرة بهذا الشكل هلأ بدنا ننزل أربع معالي إكبار هاي تلاتة وهي أربعة وهلأ منترك هذا المحلول ربع ساعة على جنب لحتى تصفي المي نحن بس بدنا المي ما بدنا الكلس لحتى ما يطلع المحلول معكر معنا كمية اللي أنا عم بشتغل فيها خمسة كيلو من البيتنجان وفيه ثلاث طرق لهذا النوع من المربى فيه عالم بيخلوه بيقشره فيه عالم بيعملوه قلام يعني خط بخط فيه عالم بيقشره البيتنجان كامل أنا لحساوي لثلاث خطوات ونشوف أي وحدة أطيب واحدة فيهم أول شي راس البيتنجان ما منقطشه بالسكينة منقيمه بإيدنا لحتى البيتنجان يظلهم صحصح ومتماسك معنا أول طريقة اللي هي ألم بألم شوفوا بهذا الشكل ناخد خط ومنطرخ خط ثاني والطريقة الثانية بتخلو الحبة مثل ما هي يعني بتخلو البيتنجان بيقشره بس فيه خطوة كتير مهمة أنه نحن نعمل سقف بقلب حبة البيتنجان حتى وقت ننزلهم بمحلول الكلس تاخد الكلس من جوه ومن بره حتى تقسى الحبة مية بالمية والطريقة الثالثة أنه نحن نقشر الحبة كاملة شوفوا بهذا الشكل طبعا السكينة ما بتشتغل لازم نشتغل بأشارة شايفين أخواتي بهذا الشكل ولا أبسط ولا أسهل منها بس نقشر الحبة تبعنا نعملها فتحة بالسكينة ومننزلها فوق أخواتها وإذا اشتغلتوا مثلي وقشرتوا حبات البيتنجان خلوهم بالمي لحتى ما يسودوا لبين ما ننزلهم بالكلس هي الشغلة كتير مهمة وهلا منصفي مية الكلس مناخد المي ومنخلي الكلس الكلس ما نشغل فيه شوفوا بهذا الشكل المي بتطلع لفوق والكلس بيضل تحت هلا منصفي المي كله شوفوا هذا الكلس اللي ضل معنا ما نشغل فيه هلا شو بدنا نساوي بدنا ننقل حبات البيتنجان من المي على خليط الكلس اللي ساوينا شوفوا أخواتي متل ما حكينا فيكن تساوي الطريقة اللي بتكن ياها أنا ساويت تلات طرق وآخر شي منشوف أي وحدة أفضل الشي ومنحكيها بقلب الفيديو هلا منجيب أي صينية موجودة عنا منتقل فيها البيتنجان لحتى المي تغمر كل البيتنجان ومنجيب أي تقل موجود عنا ومنتقلهم قدي بدنا نخليهم بخليط الكلس منخليهم من الخمس ساعات لتاني يوم لحتى الحب تقسى معنا وتطلق أكتر من دهض تركت البيتنجان 8 ساعات وهنن بياخضوا وقت على حسب نوع البيتنجان اللي عم نشتغل فيه إذا كان آسي ولا كان طري شوفوا هيك بديهن يطلعوا معكم بيصيروا معكم مثل الصخر أهم الشي نعمل لهم 3 أربع وجوه غسيل لحتى تطلع منهم المية الكلس على الأخير هاي الشغلة كتير مهمة لازم نخسلهم كتير منيح أول الشي بصفيهم من المي تبعهم وبعدين بفتح عليهم المي وبخسلهم بدي أرفعهم عن نار لحتى تفور عليهم هاي الخطوة بتخلي الحبة تفتح عندي وبنفس الوقت بتنضف من الكلس كتير منيح شوفوا هذا شكلهم بعد ما عبيناهم بعد ما تغلي المي منخليهم أربع دقايق ومنطفي عليهم وأهم الشي بمربى البيتنجان هو عيار الأطر تبعوا لعيار الأطر النظامي واللي أكتر من دهب لكل كيلو بيتنجان لتر ونص من المي وكيلو واحد من السكر هون منفضي 6 لتر من المي وهي أربعة كيلو من السكر بسم الله واختياري بدي حط عليهم عودين من القرفة بتعطي نكهة لهذا النوع من المربى بتشاهي القلب فيكم ما تخطوون هاي الشغلة بترجق لكم شوفوا أنا البيتنجان تقلته لحتى نفوره بطريقة صحيك بيطلع معنا 100% والأطر ما حركناه أبدا ولا عملنا له أي شي هلأ بس غلط المي عندي بيدوب السكر وبيطلع قوامه 100% ما بدنا نسلقهم لحتى ما يرخوا معنا بس المي غلط عندي فورا بدي بردهم شوفوا بهذا الشكل بعد ما نغسلهم ونبردهم بدنا نصفيهم ونعصرهم هاي الخطوة أساسية أغلب الناس ما بيساوا فبيحمض معهم اللي مربى بأول فترة فإذا حمض معكم بتكونوا معهم تعصروا حبات البيتنجان شوفوا منمسك الحبة منمسكها بهذا الشكل ومنكبس عليها بدي صفية من المي ولا أبسط ولا أسهل من هيك شوفوا مناخد الحبة شوفوا منظرة بشهي القلب وأهم الشي نكون عاملين لسقب ومنكبس الحبات بيدنا منحطوا قماشة ناشفة ومنفردهم على قماشة وهون القطر بلش يغلي عندي لستة لطر مي بدي معلقة صغيرة من حمض الليمون هلأ منعمل لهم تحريكة ومنخلي القطر يغلي كتير منيح قبل ما ننزل البيتنجان وبس القطر صار جاهز عندي منسمي بالله ومننزل حباتنا لازراف بقلبه أهم الشي يكون القطر زيادة عليهم لأنه هذا النوع من اللي مربى بياخد وقت ولازم يكون القطر غامره بهذا الشكل هلأ بس رجع غلل القطر عندي منهدي عليهم ما بدنا يهون على حرارة عالية لحتى ما يلدعوا معنا ويغمأ لونهم منهدي عليهم منخليهم اللي يستوعوا على راحتهم بس توب وارجيكم ياهو بس طلع معنا فقاعات القطر هيك على الوش معناها تأمورنا صارت جاهزة شوفوا لي ما شاء الله على هاللون اللي بشهي القلب وهيك تركنا المربى لحتى تربى وصارت أموره بتشهي القلب يا هيك مربى البيتنجان يا أما بلا ما تخلوا يغمأ كتير لأنه بس برد البيتنجان بصير لونه غامق أكتر هادا اللون ممتاز ما بدنا أكتر من هيك فيكن تعبوهن هننوا صخنين بس ما بتغطوهن بتخلوهن اللي يبردوا وفيكن تخلوهن اللي حتى يبردوا وبعدين بتعبوهن أنا عم عبيوا اللي حتى وارجيكم شكلون شلون طالع والله طالعين كل حبية واختة ومنظرون أكتر من دهب يا هيك المربى يا أما بلا والله منسمي بالله ومنغمرهم بالقطر بسم الله والقطر كتير أساسي إنه نحنا نغمرهم فيه شايفين ما شاء الله منظرهم بشهي القلب طبعا هادا القطر لساته سخن بس برد بيتقال أكتر وهلأ اجينا للتقييم ساوينا 3 أشكال على طلبكن وانتو اكتبولي رأيكم بالتعليقات هاي الحبّة خليناها بإشرة وهي أشرناها على الآخير وهي خليناها خط بخط أنا برأيي كشكل يلي مأشر على الآخير يعني كأنه طالع شكل أرتب وأظرف انتو شو رأيكم اكتبولي بالتعليقات حبّة متل ما هي مناخدة ومنسمي بالله مش تهيكم بهاللقمة وهيك إخواتي وصلنا لنهاية الفيديو إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تضبطونا وضعها بلايك كام معكم الشيف علي خمس مطار بين مربى بيت نجان على كيف كيف كون والنتيجة النهائية عندكم اكتبولي إياها بالتعليقات تحياتي لكم